اشتركوا في القناة تعزيزا لسبول الوقاية الممكنة من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا والحد من فرص انتشاره وسرعة انتقاله بين أفراد المجتمع أتحت وزارة الصحة الفرصة لتلقي التطعيم المضاد للفيروس سينوفارم للفئة العمرية من 3 إلى 11 عاما الأهمية الكبرى إلى هذا التطعيم بعد دراسات معينة أن التطعيم قد يكون حاد إلى انتشار الفيروس في أوساط المجتمع وخاصة في هذه الفئة العمرية ندعوهم بأنهم يبادرون للتسجيل إلى أخذ التطعيم كبادرة منهم لحماية أطفالهم خصوصا أن عدد كبير منهم سيكونوا مقبلين على الدخول إلى المدارس فيفضل أن يتم حمايتهم قبل أنهم يروحون إلى هذه المرحلة الجديدة بالإضافة إلى أن في فئات عمرية مثل ما قلنا تكلمنا هذه الفئات العمرية من 13 إلى 11 سنة عدد كبير منهم يعانون من مشاكل صحية من أمراض مناعية فمن الواجب على الأهل أنهم يأخذون هذه القرار فإنهم يحمونهم من الفيروس مضاعفاته وعيون مجتمعي أكدته الأعداد الكبيرة لأولياء الأمور الذين بادروا لتسجيل أبنائهم بهدف الإسراع للوصول إلى المناعة المجتمعية بما يساهم في نجاح الخطط والجهود المبذولة فهذا التطعيم سيحميهم فإنهم يمنع أنهم ينصابوا من الفيروس أو أن لو أنهم ينصابوا من الفيروس سيقلل من العراض أنهم يتعرضون إليها وهم يكونون بعد يشكلون عامل من تحقيق المناعة المجتمعية التي نطمع إليها فبالتالي المكتسبات تكون إليها مكتسبات فردية ومكتسبات مجتمعية في الفترة السابقة في الأيام القليلة كان الأقبال جدا كبير وكان فقط إلى فئة معينة من الناس التي تعاني من هذه الأمراض واكتشفنا أيضا أن أيضا بالنسبة إلى ما يعانون من أي أمراض ينتظرون المواعيد للأيام القادمة إن شاء الله الحملة الوطنية للتطعيم شملت أغلب الفئات العمرية من خلال اتباع التطورات الحاصلة في هذا الملف الطبي العالمي انطلاقا من مدى الحرص والاهتمام بصحة وسلامة كافة أفراد المجتمع البحريني وتعزيز سبول الوقاية الممكنة من الإصابة بالفيروس ارتفاع أعداد المتطاعمين وانخفاض أعداد الإصابات أتى نتاجا للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا والآن تستمر هذه الجهود بإدخال هذه الفئة العمرية ضمن الخطة بما يضمن صحة وسلامة الجميع شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين